أعزائي المشاهدين قناة الحياة أرحب بكم في كل مكان عبر قناة الحياة وعبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي حلقة اليوم سوف تتحدث عن طقس أو ممارسة تسمى بركة الطعام وبالعبرية بركة همازون وبركة الطعام هي بالعادة مجموعة بركات مفروضة على الشخص اليهودي بعد تناول الطعام الذي يحتوي على الخبز بحكم أن الشرع اليهودي تنظر إلى أن الخبز هو المكون الرئيسي للطعام وتعود وصية بركة همازون إلى نص كتابي ورد في سفر التثنية الصحة الثامن العدد عشر يقول النص فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب إليك لأجل الأرض الجيدة التي أعطاك وقد فسرها الأحبار على التالي فمتى أكلت حيث تقرأ بركة بعد الطعام الذي يتضمن خبزا أو أي طعام يحتوي على عجين وشبعت وعبرت شبعت أيضا فسرها الأحبار وحتى لو لم يأكل مرء لدرجة الامتلا فأن الأدب الحبري يكون بوجوب قراءة بركة الطعام أن أكل المرء ولو مقدارا صغيرا من الخبز ولو كان يعادل يقال في القيمة العبرية أو المعيار العبري لو كانت بحجم مقدار خبز بحجم حبة زيتون أو شرهة خبز في الوضع الحالي فعلى المرء أن يشكر ويبارك الرب وعبارة وتبارك الرب يأمر بها التلموت في برسالة براخوت 35 بناء على تفسيري لهذا النص من سفر التسليم ويلاحظ وهي ملاحظة من ابن ميمون العالم الكبير والفليسوف الكبير أن الموضع الوحيد في التوراة الذي يوجب على الإنسان أن يبارك الله فقط في موضوع الطعام لا يوجد أي أمر إليه بأن يقول أن يبارك الإنسان الله في الكتاب المقدس إلا في هذا الموضع من المعتاد أن يقرأ الشخص بركة طعام أو بركة همازون بعد الانتهاء من الطعام وهذه البركة في الواقع هي مطولة موجودة في كل كتب الصلوات وأحيانا مطبوعة في كراسات خاصة صغيرة وتختلف طبعا الصيغة صيغة البركة من مجتمع لآخر فكل من سفردين والأشكناز واليمنيين والإيطاليين كل مجموعة لها صيغة مختلفة لبركة بعد الطعام بالعادة تتلى البركة على نفس طاولة الطعام أو المائدة أو في أي مكان كانت موضوع في المائدة لو أنا تناولت طعام على مائدة محددة هذه المائدة فأنا بعد أن انتهي من الطعام أقرأ البركة على هذه الطاولة وأما في ولام الأفراح إذا كان لدينا أفراح أو حفلات زفاف أو السبت فأن البركة تتلى غالبا بشكل جماعي أو أني موجودين كم من الناس فإذا تقوم التقاليد تطلب التقاليد أن تقرأ البركة بشكل جماعي وحسب التقاليد اليهودية أن أكلها ثلاثة أشخاص أو أكثر فأن دعوة المباركة يجب أن تسبق الصلاة ويقوم القائد بدعوة كل الشخص حاضر في الوليمة إلى أن يقرأ البركة ويجيب الآخرون بكلمات الحمد لله وفي ولام الأعراس يتم إضافة عبارات حمد إضافية وثم تقليد يقضي بقراءة البركة ما بعد الطعام على كأس النبيز عندما يجتمع عشرة أشخاص أو أكثر يأكلون جماعيا وأن نسي المر تلاوة البركة بعد الانتهام من الأكل نفترض أني شخص أكل وغادر وترك المكان فمن المستحب في اليهودي أن يرجع إلى نفس المكان ويتلو البركة وأن تعذر ذلك فيمكنه أن يقرأ البركة أينما كان لو شخص غادر وأصبح بعيدا عن مكان الطعام وتعذر أو يوجد صوبة بالرجوع فيمكنه أيضا أن يقرأ البركة بعد ذلك حتى لو كان بعيدا ليس بضرورة في نفس المكان ولكن يوجد فترة زمنية تلاوة البركة ممكنة حتى 72 دقيقة بعد الانتهاء من الطعام ولكن إن مرت 72 دقيقة وكان الشخص لا يصلي لا يقرأ البركة بحالة واحدة بمكانه الشخص أن يقرأ البركة بعد مرور 72 دقيقة كان الشخص ما زال يشعر بالامتلاء المعيدة كان ما زال يشعر بأنه ممتلئ أو في حالة شبع يمكنه عنده إذن أن يتلو البركة ما هو نص بركتها مزون أو بركة الطعام تتكون بركة ما بعد الطعام من أربع تبريكات وهي كما يحددها التلمود الأولى بركة هزان هي إذن عندما نقول يوجد بركة ما بعد الطعام فنحن نتحدث عن أربع أجزاء لهذه البركة الأولى تسمى البركة الأولى هزان وهي شكر الله على أنه وفر أسباب الحياة والمعيشة للخليقة وغالبا ما يتم ترنيم هذه البركة في حال كان الطعام جماعيا وحسب التقاليد اليهودي فأن مؤلف هذه البركة هو موسى الذي شكر الله على المن في البرية البركة الثانية تسمى بركة الأرض ها أغاتس وهي في التقاليد اليهودية منسوب إلى يشوء الذي قاد الشعب إلى أرض إسرائيل وهي بركة شكر لله على رحمتي وأشباع الشعب اليهودي بالطعام والتوراد وأن الله الذي أطعم الشعب في البرية يطعم الآن شعبه وسيقوم بذلك في المستقبل وفي عيد البوريم وعيد حنوكا يتم إضافة مقاطع إضافية ويضيف بعض اليهود مقطعا بخصوص يوم الاستقلال في الوضع الحديث البركة الثالثة تسمى بركة أرشاليم وهي منسوبة إلى داود وفيها طلب استرحام الله أن يواصل عنايته بالشعب اليهودي وتضرع لله أن يسرع في بناء أرشاليم الجزء الأخير من البركة الطعام البركة الرابعة الصالح والذي يعمل صالح خيرا وهذه كتب الحبر جملائيل في القرن الأول في يبنى وهذه البركة تحكي عن العلاقة الإيجابية بين الله والشعب اليهودي وتنتهي بعلان رجاء أن الله لن ينكر أي شيء صالح وحسب التلموت فأن هذه البركة قد تمت إضافتها بعد ثورة بارك وخبا ما هو البعد اللهوتي في بركة همازون أو بركة الطعام في الآية الكتابية ثمت مبدئين الأول أنه بعد الطعام يقرأ بركة همازون إذن المفهوم الذي تستمد من الآية أن الإنسان قد منح رخصة أن يبارك الله وهو امتياز دال على مكانة الإنسان العالية والمرتفعة في الخليقة هذا أولا إذن البركة تشير إلى مكانة الإنسان المرتفعة أمام الخليقة بأنه في هذا الظرف له الحق أن يبارك الله وثمت بعد روحي في موضوع الطعام قدم أحد الكتاب اليهود الحديثون وليس المعاصر لأنه هذا الرجل قد توفي منذ فترة يسمى جوزيف بي سولوفيتشيك وهو كاتب شهير يتحدث هو من التيار الأرثوزوكسي الإصلاحي بمعنى ليس المنغلق يقول أن البركة تحتوي على مفهومين هامين الأول مفهوم المحبة إذ لا توجد وليمة بدون كسر خبز مع شخص آخر وتروي القصص الحبرية حكاية الحبر خونة الذي كان يفتح الباب لدى وقت طعم يقول من هو في حاجة فليأتي وياكل وفي كل طعم يجب أن يكون مبدأ المحبة حاضرا حسب النص الموجود في أحد الكتب اليهودية أفود الأخلاقي ليكن الفقير وأحد أفراد بيتك إذن للبركة إلى بعدين روحيين حسب هذا القول الأول هو موضوع المحبة أن ينفتاح للآخرين ثم أنها عمل مقدس كيف يقول أن الأكل عمل تقديس عمل يشبه تقديم قربان نحو الله لأنه يعتمد على التمييز فالامتناء عن الطعام المحرم هو مقاومة الأغراء إذن فبالنسبة للشخص ليس الطعام هو المؤمن ليس الاستجابة للدافع فيزيولوجي بل عمل الأخلاقي يجب أن يرتكز على المحبة والقداسة أنا أحب في الختام أذكر فقط نقطة طريفة أو إشارة طريف من تلموت البابلي بيرخوت خمسة وثلاثين ألف طاستاش ماذا يقول يقول أن من ينتفق بشيء من العالم بدون تلاوة البركة فإنه استعمل ملكية الله بشكل غير شرق لهذا السبب موضوع الشكر مع بعض الطعام عند الشخص المتدين هو مركزي كونه الدراك أن هذه بركة قدمها الله للإنسان بأن وفر له الطعام وشخص الذي ينتفق بشيء من العالم بدون أن يشكر الله لأنه ينتفق بها بشكل غير شريف حلقة اليوم انتهت وإلى اللقاء في حلقة قادمة مع موضوع جديد شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر